فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين يقول الله تعالى في سورة الأنعام أفغير الله أبتغي حكما والحكم من أسماء الله الحسنى ما المقصود بهذه الصفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فاسم الحكم من أسماء الله الحسنى ورد في القرآن الكريم مرة واحدة أفغير الله أبتغي حكما والحكم معناه القاضي العادل الذي يكون عدله عدلا مطلقا لا شائبة فيه من ظلم ولا مجامل ولا خطأ ولا 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 فالحكم بهذا المعنى لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي حكمه مطلق حكمه عادل عدلا مطلقا وإن شاء الله جاينا واحد حدثنا عن الصفة القادمة الحكم العدل وأن كل أحكامه كمان يدل على الإتقاد ومن هنا حكمه في الكون مثلا ترتيب الأمور وسوق الأسباب إلى مسببات إلى أسبابها أو النتائج إلى أسبابها هذا أيضا يدخل في معنى الحكم في معنى الإتقان وهذا واضح يعني لا يحتاج إلى دين يعني هذا الإتقان الشديد في العالم العلوي والعالم السفلي والإنسان يعني وفي أنفسكم أفلا تبصرون وهنا العلماء يفتحوا الموضوع يستدلوا بأمور عجيبة جدا يعني في الأسنان والأنياب والطفل وكيف يلتقم وثدي أمه وهو مغمض العين ولا يعرف لأول مرة ومن يعني هداه إلى هذا حتى كما قالوا أن الدجاجة تخلط من البيضة هكذا يعني الواحد يقرأ فعلا المؤمن جسمه يقشعر من دقة الإتقان طبعا فالحكم هنا معناها أنه الله سبحانه وتعالى أو الذات التي تثبت لها تفرد بالقضاء المطلق العادل أنه أحكم الحاكمين حتى يوم القيامة طبعا ولذلك وردت حكم فقط في القرآن فغير الله أبتغي حكما مرة واحدة مرة واحدة لكن تروح للحاكمين وكذا هتجدوا وردت مقيدة مقيدة لأن هنا توهم الاشتراك مع الحاكم البشري حاكم البشري فحتلقي مثلا أحكم الحاكمين خير الحاكمين لازم يميزه أنه خارج عن الحاكمين لأنه أحكم الحاكمين طب ما الحكم فضيلة الإمام من هذا التقارب اللفظي بين حكم وحاكم وحكيم هو لابد من أصله هذا حكم المشتق في اللغة المشتقات يعني اللي هي أصلها المصدر يعني فمعنى أن المصدر يعني هذا المصدر تشتق منه أولاد كما يكون هناك مثلا أب له أولاد فبالضرورة هذه الشخصية ستكون ممثلة في الأولاد فإلا يعني مثلا لو خدت عندك علم علم هذا هو المصدر يشتق منه عالم يشتق منه عليم يشتق منه علامة يشتق منه معلوم فطبع مدام مشتق بالضرورة الحروف موجودة في الكل لكن تختلف يعني الصيغة البنائية تختلف لكن المادة واحدة فطبع الحاكم حاكمة كذا المأخوذة من الحكمة وأصل الحاكم والحكيم وكذا وكذا هذه المادة أصلها المانعة يعني مثلا الحكم منع للإنسان أن يتعدى هذا الحكم حتى منه قالوا الحكمة التي تحكم تضع في فم الفرس وتمنعه من العدو السريح ومنه الحكمة الحكمة بقى هي تطلق على معاني عديدة بعضهم وصل بها إلى خمسة عشر معنا فيها طبعا هي العقل والعلم والإتقان وفي القرآن الكريم فيها على العلم الدين على النبوة طبعا كتابه الحكمة وأيضا يعلمهم الكتابة والحكمة وكتاب القرآن والحكمة السنة النبوية والنبوة يعني اسمه واحد يا فضلت الإمام من ثلاثة أحرف ولكن له طبعا يعني بحر من اللعاني هذه هي اللغة العربية وليس لها نظير في اللغات في أي لغة أخرى أي لغة أخرى قديما ولا حديثا النبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يطلق على أحد الأشخاص اسم أبي الحكم هو امتدح فعله لكن استنكر عليه هذا الاسم إيه القصة وإيه الدلالة شوف يا سيد هو النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يغير الأسماء القبيحة حتى كان يؤتب الطفل ويسأل عن اسمه لجي اسمه مجتمام يغيره ودي يعني نظرة الأنبياء ونور النبوة يعني لأنه يعرف أن هذا الاسم إذا ألصق به سيؤذي صاحبة طبعا سيؤثر على صاحبة هيصيب بي يعني زي امرأة اسمها عاصية بنت عمر كان اسمها عاصية فلما جاءت سموها عاصية فسألها قالت أنا عاصية فقال بل أنت جميلة سمها جميلة يعني انتقل بها من شوف البديهة السريعة فذاء أيضا يعني جاء له واحد يعني قالوا ما اسمك قال أسرم أو صرم صرم يعني هو قضع النقل وقضع كذا وكذا فالنبو صلى الله عليه وسلم يعني رأى أن اسمه ده يثير التشاؤم يعني صرم يعني معناه هيقطع أي حاجة فقال بل أنت زرعة يعني اسم من الزرع النماء والنبات والخير هنا منع ومنع خير وقضع رزق وهذا اسم الجديد هو بل أنت زرعة يعني كمان جاء يعني شخص مع أنه كان مهاجرا مع المهاجرين ودخل عنه صلى الله عليه وسلم فلما سأله عن اسمي قال اسمي حزن حزن هي ما غلظة وارتفع من الأرض يعني بيسموا الولاد حزن يعني معناها هذا صعب أنك أنت تتيجي نحي زي مثلا الأرض العالي يصعب على الصعود عليها فقال أنا قال حزن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بل أنت سهل فهو طبعا يعني قال لا أنا يعني عجيب قال لا يعني السهل يمتهل ويستذل حتسميني سهل وإحنا يعني متعودين في خيامنا ولا في كذا وكذا أن السهل ده يعني استذل وكذا يعني لم يرضى بهذا له يعني هو حفيد ابن المسيب فكان يقول بعد أن أن جدي وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الحديث يعني فلما سأله قال حزن قال له بل أنت سهل فأبى وقال لا أغير اسما سمان به أبي ابن المسيب أعجي يقول أن ليته قبل هذا الاسم لأنه أصابتنا حزونه حتى الآن لا زلنا نعيش في حزونه وهي الخشونة والضيق وأيضا الحديث اللي فيه الاستشهاد ده برضو ورد إليه يعني شريح ابن هانا و فكان هانا ده قومه ورد مع قومه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانوا يبايعوا فكانوا يكنونه ب أب الحكم فالنبي صلى الله عليه وسلم على علم بأن الحكم هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فيعني قال له ما معناه يعني لما سميت بهذا الاسم فقال له يعني أن قومي إذا اختلفوا في شيء يأتون إليه فيحكم بينهم فيرضى كل طرف فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني أمين قال ما أحسن هذا الفعل يعني استحشى أشهد بفعله أشهد بالفعل ولكن لم يرضى بالاسم فقال له أن الله هو الحكم بس برضو ابتدأ بالمديح بالمديح أو طبعا حكمة كبيرة طبعا فقال له يعني لك أبناء قال نعم قال من قال مسلم وعبد الله وشريح فقال لمن أكبرهم قال شريح قال فأنت أبو شريح وبيلوا أن هذا الاسم لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى واستجاب واستجاب استجاب تماما فغيروا من أبو الحكم إلى أبو شريح الشاهد أن الله هو الحكم فهذا هو اسم من أسماء لها سبحانه وتعالى سواء استندنا في إثباته إلى القرآن الكريم فغير الله أبتغي حكما أو استندنا إلى السنة بأن الله هو الحكم وتغيير اسم الحكم من إنسان إلى الله سبحانه وتعالى ثم هو محل إجماع على المسلمين فدائما نحتج على سبوت الأسماء لله سبحانه وتعالى الأول أنه من القرآن وثانيا من السنة وسالسا من إجماع المسلمين وهؤلاء السلاسة هم مصادر السلاسة التي يستقى منها التشريع الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنعام ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين يعني وفقا لهذه الآية الله سبحانه وتعالى هو الأسرع في حسابه لكن البعض بيقول إنه ربنا بيتأخر عن توقعه هو أو عن رجاءه هو في توقيت الحكم وربما الحكم لا يأتي في الدنيا أصلا فإيه الحكمة ورده؟ هو يعني الإجابة هنا باختصار شديد هو أن نحن نحاسب ما يأتينا من عند الله سبحانه وتعالى بحساباتنا نحن مع أنه في أكثر من موقع يعني وده مشروع بالنسبة للإنسان هنا تضيق به الأمور يعني مثلا برضو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة استعجلوا مرة وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله استعجال الحكم استعجال الحكم القرآن قال لا إن نصر الله قريب وإحنا الآن بقول كده متى نصر الله مع ما يحصل به متى نصر الله آه وفحنا في انتظار هذا لكن هذا لا يعني أن حساباتنا تنطبق على وخاصة بعدما بيّن لنا القرآن الكريم وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد وربنا لا يعجل بالعقوبة وإنما إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه هذا لم يفلت فهي حكمة ربنا كده وإذا مقتضى اسم الصبور وهو من أسماء الصبور فكيف يكونوا صبورا بالمعنى الإلهي بقى مش صبور كده بمعنى الإلهي ثم يعجل العقوبة ويعني هو الله سبحانه وتعالى يعطي يعني والله المثل الأعلي يعطي الفرصة مرة واثنين وعشرة وعشرين حتى يحق عليه حتى يأتي الحكم القاطع طبعا فضلت الإمام ما الذي يجب أن يترسخ في عقيدة المؤمن من إيمانه بأن من أسماء الله الحسن الحكم نعم هو إذا كان يعلم الحكم وكما قلنا أنه أتقن كل شيء وأنه قضى كل شيء فهنا يلزم أن يعلم أن الأمور يعني جفت بها الأقلام فيعيش هادئ مطمئن غير قلق وغير متوتر لأن ما شاء سيكون هذا أولا ثانيا أيضا أن لا يعني يهتم مش أن لا يهتم هو طبعا يتأثر كإنسان لكن أن لا يترك هذا الهم يخرجه من التسليم والرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى أبعد يعني قد يصبر على أمر مر ولكن الصبر على أمر مر لا يتنافى أبدا مع الاستسلام لله سبحانه وتعالى فيعني لا يكون مضربا لا يكون محزونا يعني أو مطلوب منه أن يلتزم بالحكمة التي تقول يعني المقدور كائن والهم فضل مش ليس الهم فضل يعني مع أنه يفضل كذا وكذا لا الهم فضل يعني المقدور كائن شيء تعم أبي الهم ده أمر زائد ما ليش لزوم فضل زي ما تقول ده حاجة فضلة ما يعني طبعا لأنه لا يؤخر ولا يؤثر ويعلم أن كل الأمور قد قضيت وأنه لا يوجد أمر يسمونها الأنف يعني معنى أنه يحدث لم يسبق به علم الله سبحانه وتعالى كل هذه الأمور يعني تجعل من الإنسان إنسانا قويا يواجه المشكلات بالصبر مأمور به وبالاستسلام لله سبحانه وتعالى وهذا السلام قد يخرجه من حالة الضيق هذا هو يعني الذي ينبغي أو يجب على العبد أن يعني أن يستخلصه و يستسقيه من المعاني هذا الإسم الكريم ويعني هنا سريعا الناس فريقان يعني فريق يخشى من من العاقبة أو الخاتمة لكن هناك ناس خواص هؤلاء ينظرون ويخشون من السابقة اللي هي الحكم هو حكم بإيه خلاص ما هو الحكم حينزل فهو ما يقولش أنا حريح فيه بيقول أنا تحكم علي بإيه قدر مكتوب قدر مكتوب فهو ينشغل بما كتب وليس بما سياقع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر ورئيس مجلس حكم المسلمين شكرا جزيلا لكم على هذا الحوار الموصول ونشكركم مشاهدين على طيب المتابعة ونلتقي وإياكم مع الإمام الطيب في حلقة مقبلة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة